من كسر الأصنام؟ بائع الأصنام قبل أيام كثيرة كثيرة جدا كان في قرية رجل مشهور جدا وكان اسم هذا الرجل آزر وكان آزر يبيع الأصنام وكان في هذه القرية بيت كبير جدا وكان في هذا البيت أصنام أصنام كثيرة جدا وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام وكان آزر يسجد لهذه الأصنام وكان آزر يعبد هذه الأصنام ولد آزر وكان آزر له ولد رشيد رشيد جدا وكان اسم هذا الولد إبراهيم وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام ويرى الناس يعبدون الأصنام وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تدفع وكان يرى الفأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنع وكان إبراهيم يقول في نفسه لماذا يسجد الناس للأصنام وكان إبراهيم يسأل نفسه لماذا يسأل الناس الأصنام نصيحة إبراهيم وكان إبراهيم يقول لوالده يا أبي لماذا تعبد هذه الأصنام ويا أبي لماذا تسجد لهذه الأصنام ويا أبي لماذا تسأل هذه الأصنام إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع وإن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولأي شيء تضع لها الطعام والشراب وإن هذه الأصنام يا أبي لا تأكل ولا تشرب وكان آزر يغضب ولا يفهم وكان إبراهيم ينصح لقومه وكان الناس يغضبون ولا يفهمون قال إبراهيم أنا أكسر الأصنام إذا ذهب الناس وحينئذ يفهم الناس إبراهيم يكسر الأصنام وجاء يوم عيد ففرح الناس وخرج الناس للعيد وخرج الأطفال وخرج والد إبراهيم وقال لإبراهيم ألا تخرج معنا قال إبراهيم أنا سقيم وذهب الناس وبقي إبراهيم في البيت وجاء إبراهيم إلى الأصنام وقال للأصنام ألا تتكلمون ألا تسمعون هذا طعام وشراب ألا تأكلون ألا تشربون وسكتت الأصنام لأنها حجارة لا تنطق قال إبراهيم ما لكم لا تنطقون وسكتت الأصنام وما نطقت حينئذ غضب إبراهيم وأخذ الفأس وضرب إبراهيم الأصنام بالفأس وكسر الأصنام وترك إبراهيم الصنم الأكبر وعلق الفأس في عنقه من فعل هذا ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم عيد ولكن تعجب الناس ودهشوا وتأسف الناس وغضبوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وكانوا 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 يعرفون أن الحجارة لا تسمع ولا تنطق وكانوا يعرفون أن الصنم الأكبر أيضا حجر وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يمشي ويتحرق وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام فقالوا لإبراهيم أنت تعلم أن الأصنام لا تنطقوا قال إبراهيم فكيف تعبدون الأصنام فكيف تعبدون الأصنام وإنها لا تضر ولا تنفع وكيف تسألون الأصنام وإنها لا تنطق ولا تسمع ألا تفهمون شيئا أفلا تعقلون وسكت الناس وخجلوا نار باردة اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل إن إبراهيم كسر الأصنام وأهان الآلهة وسأل الناس ما عقاب إبراهيم ما جزاء إبراهيم كان الجواب حرقوه وانصروا آلهتكم وهكذا كان أوقدوا نارا وألقوا فيها إبراهيم ولكن الله نصر إبراهيم وقال للنار يا نار ألقوني بردا وسلاما على إبراهيم وهكذا كان كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم ورأ الناس أن النار لا تضر إبراهيم ورأ الناس أن إبراهيم مسرور وأن إبراهيم سالم ودهش الناس وتحيروا من ربي وذات ليلة رأى إبراهيم كوكب فقال هذا ربي ولما غاب الكوكب قال إبراهيم لا هذا ليس بربي ورأى إبراهيم القمر فقال هذا ربي ولما غاب القمر قال إبراهيم لا هذا ليس بربي وطلعت الشمس فقال إبراهيم هذا ربي هذا أكبر ولما غابت الشمس في الليل قال إبراهيم لا هذا ليس بربي إن الله حي لا يموت إن الله باق لا يغيب إن الله قوي لا يغلبه شيء ربي الله وعرف إبراهيم أن الله ربه لأن الله حي لا يموت وأن الله باق لا يغيب وأن الله قوي لا يغلبه شيء وعرف إبراهيم أن الله رب الكوكب وأن الله رب القمر وأن الله رب الشمس وأن الله رب العالمين وهد الله إبراهيم وجعله نبيا وخليلا وأمر الله إبراهيم أن يدعو قومه ويمنعهم من عبادة الأصنام دعوة إبراهيم ودع إبراهيم قومه إلى الله ومنعهم من عبادة الأصنام قال إبراهيم لقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما قال إبراهيم هل يسمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال إبراهيم فأنا لا أعبد هذه الأصنام بل أنا عدو لهذه الأصنام أنا أعبد الله رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا ما رضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين وإن الأصنام لا تخلق ولا تهدي وإنها لا تطعم أحدا ولا تسقي وإذا مرض أحد فهي لا تشفي وإنها لا تميت أحدا ولا تحيي أمام الملك كان في المدينة ملك كبير جدا وظالم جدا وكان الناس يسجدون للملك وسمع الملك أن إبراهيم يسجد لله ولا يسجد لأحد فغضب الملك وطلب من إبراهيم وجاء إبراهيم وكان إبراهيم لا يخاف أحدا إلا الله قال الملك من ربك يا إبراهيم قال إبراهيم ربي الله قال الملك من الله يا إبراهيم قال إبراهيم الذي يحيي ويميت قال الملك أنا أحيي وأميت ودع الملك رجلا وقتله ودع رجلا آخر وتركه وقال أنا أحيي وأميت قتلت رجلا وتركت رجلا وكان الملك بليدا جدا وكذلك كل مشرك وأراد إبراهيم أن يفهم الملك ويفهم قومه فقال إبراهيم للملك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فتحير الملك وسكت وخجل الملك وما وجد جوابا دعوة الوالد وأراد إبراهيم أن يدعو والده أيضا فقال له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولم تعبد ما لا ينفع ولا يضر يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبا تعبد الرحمن وغضب والد إبراهيم وقال أنا أضربك فاتركني ولا تقل شيئا وكان إبراهيم حليما فقال لوالده سلام عليك وقال له أنا أذهب من هنا وأدعو ربي وتأسف إبراهيم جدا وأراد أن يذهب إلى بلد آخر ويعبد ربه ويدعو الناس إلى الله إلى مكة وغضب قوم إبراهيم وغضب الملك وغضب والد إبراهيم وأراد إبراهيم أن يسافر إلى بلد آخر ويعبد فيه الله ويدعو الناس إلى الله وخرج إبراهيم من بلده وودع والده وقصد إبراهيم مكة ومعه زوجه هاجر وكانت مكة ليس فيها عشب ولا شجر وكانت مكة ليس فيها بئر ولا نهر وكانت مكة ليس فيها حيوان ولا بشر ووصل إبراهيم إلى مكة ونزل فيها وترك إبراهيم زوجه هاجر وولده إسماعيل ولما أراد إبراهيم أن يذهب قالت زوجه هاجر إلى أين يا سيدي أتتركني هنا أتتركني وليس هنا ماء ولا طعام هل أمرق الله بهذا قال إبراهيم نعم قالت هاجر إذن لا يضيعنا بئر زمزم وعطش إسماعيل مرة وأرادت أمه أن تسقيه ماء ولكن أين الماء ومكة ليس فيها بئر ومكة ليس فيها نهر وكانت هاجر تطلب الماء وتجري من الصفة إلى المروة ومن المروة إلى الصفة ونصر الله هاجر ونصر إسماعيل فخلق لهما ماء وخرج الماء من الأرض وشرب إسماعيل وشربت هاجر وبقي الماء فكان بئر زمزم فبارق الله في زمزم وهذه البئر التي يشرب منها الناس في الحج ويأتون بماء زمزم إلى بلدهم هل شربت ماء زمزم رؤيا إبراهيم وعاد إبراهيم إلى مكة بعد مدة ولقي إسماعيل ولقي هاجر وفرح إبراهيم بولده إسماعيل وكان إسماعيل ولدا صغير يجري ويلعب ويخرج مع والده وكان إبراهيم يحب إسماعيل جدا وذات ليلة رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح إسماعيل وكان إبراهيم نبيا صادقا وكان منامه مناما صادقا وكان إبراهيم خليل الله فأراد أن يفعل ما أمره الله في المنام وقال إبراهيم إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وأخذ إبراهيم إسماعيل معه وأخذ سكينا ولما بلغ إبراهيم منا أراد أن يذبح إسماعيل واضجع إسماعيل على الأرض وأراد إبراهيم أن يذبح فوضع السكين على حلقم إسماعيل ولكن الله يحب أن يرى هل يفعل خليله ما يأمره وهل يحب الله أكثر أو يحب ابنه أكثر ونجح إبراهيم في الامتحان فأرسل الله جبريل بكبش من الجنة وقال إذبح هذا ولا تذبح إسماعيل وأحب الله عمل إبراهيم فأمر المسلمين بالذبح في عيد الأطحى صلى الله على إبراهيم الخليل وسلم وصلى الله على ابنه إسماعيل وسلم الكعبة وذهب إبراهيم وعاد بعد ذلك وأراد أن يبني بيتا لله وكانت البيوت كثيرة وما كان بيت لله يعبدون فيه الله وأراد إسماعيل أن يبني بيتا لله مع والده ونقل إبراهيم وإسماعيل الحجارة من الجبال وكان إبراهيم يبني الكعبة بيده وكان إسماعيل يبني الكعبة بيده وكان إبراهيم يذكر الله ويدعو وكان إسماعيل يذكر الله ويدعو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل وبارك في الكعبة نحن نتوجه إلى الكعبة في كل صلاة ويسافر المسلمون إلى الكعبة في أيام الحج ويطوفون بالكعبة ويصلون عندها بارك الله في الكعبة وتقبل من إبراهيم وإسماعيل صلى الله على إبراهيم وسلم صلى الله على إسماعيل وسلم وصلى الله على محمد وسلم بيت المقدس وكان لإبراهيم زوج أخرى اسمها سارة وكان لإبراهيم ولد آخر من سارة اسمه إسحاق وسكن إبراهيم في الشام وسكن إسحاق وبنى إسحاق بيتا لله في الشام كما بنى أبوه وأخوه بيتا لله في مكة وهذا المسجد الذي بناه إسحاق في الشام هو بيت المقدس وهو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وبارك الله في أولاد إسحاق كما بارك في أولاد إسماعيل وكان فيهم أنبياءه وملك وكان لإسحاق ولد اسمه يعقوب وكان نبيا وكان يعقوب له إثنى عشر ولدا منهم يوسف بن يعقوب ويوسف له قصة عجيبة في القرآن وإليك هذه القصة